طيب كنا في المحاضرة السابقة تحدثنا عن المضلع تحديد نوع المضلع تحديد جهة نقطة ما هل هي أمام هذا المضلع أم خلفه تحدثنا عن تحديد نوع المضلع هل هو محدب أو مقعر كيفية ذلك وتحدثنا كيفية تجزئة هذا المضلع المقعر إذا كان مقعر كيف نقوم تجزئته إلى مضلعين محدبين اليوم سنتحدث عن كيفية ملء هذا المضلع باللون المناسب طبعا نقوم بما سنتحدث عنه يركز على ملء المضلع بلون واحد وليس ملء المضلع بنقش ملء المضلع بنقش يتطلب تحديد لون محدد من ضمن خريطة النقش وهذا موضوع آخر في الكمبيوتر جرافيكس هذا موضوع آخر في مادتنا رسوميات الحاسب سنبدأ بالتحدث عن كيف نحدد نقطة ما هل هي داخل المضلع أم خارج المضلع نستطيع أن نرى بالشكل هنا مثال المضلع هذا المثال كل المنطقة اللي باللون الأزرق هي داخل المضلع اللي باللون الأبيض هي خارج المضلع فكيف نحدد نريد قاعدة نحدد من خلالها أي نقطة نختارها وليكن النقطة بي وليكن النقطة بي هل هي هذه النقطة داخل المضلع أم خارج المضلع طبعا نحن في النظر إلى الشكل نستطيع مباشرة أن نحدد ولكن لا ننسى أن المضلع ممثل في الحاسب بواسطة رؤوس وحواف الرؤوس لها إحداثيات الحواف هي مستقيمة تصل بينها ما يتم تحديده هو انطلاق من هذه المعلومة يعني نريد خوارزمية تحدد استخدام هذه المعلومة المتوفرة عن المضلع هل نقطة ما لا على التعيين هي داخل المضلع أم خارج المضلع نأخذ لتحديد نقطة ما وليكن بي لا على التعيين هل هي داخل المضلع أم خارج المضلع نأخذ من هذه النقطة مستقيم ينتهي إلى أبجيكت بعيد يعني مثلا يمكن كمان إذا صح التعبير أن نقول ينتهي في اللانهاي فلاحظ ممكن نأخذ هذا المستقيم من بي ونمدده هيك ونعد عدد نقاط تقاطع هذا المستقيم مع حواف المضلع هذه الطريقة أو هذه القاعدة تسمى قاعدة الفردة الزوجة قاعدة الفردة الزوجة طبعا الفردة الزوجة المقصود بها نقاط تقاطع هذا المستقيم مع حدود المضلع مع حواف المضلع الافتراض لو كانت النقطة داخل المضلع فتمديد أي مستقيم منها نحو خارج المضلع لو كان المضلع بسيط سيقطع في نقطة واحدة يعني لاحظ هنا لاحظ هنا لو أنا رأى سنف مستقيم من هنا إلى الخارج فالتقاطع تم بنقطة واحدة هذه النقطة هنا في حالات مثل النقطة بي بيكون في مساحات داخلية في النقطة لا تنتمي إلى المضلع هي من خارج المضلع فلو لو هذا المستقيم قام بقطع الحواف عدد فردة من المرات فنقول أنه أنه هي النقطة اللي بدأ منها المستقيم هي داخل المضلع لو قطعه عدد زوجه من المرات فنقول هي خارج المضلع نلاحظ من الشكل لو ابتدأنا بنقطة من هنا لو ابتدأنا بنقطة من هنا لاحظ قطعوا عدد زوجه من المرات وبالتالي النقطة لا تنتمي إلى المضلع يعني دخلت المضلع وخرجت منه مثلاً هيك مقود بهالحالي دخلت المضلع وخرجت منه طبعاً الافتراض هو أنه النقطة اللي يبدأ منها المستقيم هي المفهوض تكونها داخل المضلع يعني داخل الحدود اللي مرسومة باللون الأحمر داخل الحدود اللي مرسومة باللون الأحمر هذا شرط لحتى تكون الاختيار صحيح الآن داخل الحدود اللي مرسومة باللون الأحمر يعني داخل الخط الخارجي الظاهر إلى المضلع إذا أردنا أن نختبر أي نقطة هل هي فعلاً تنتمي إلى خارج المضلع أم لا نقوم برسم هذا المستقيم يعني إذا أردنا أن نكتشف وجود مساحات داخل الخط الخارجي داخل الحدود الخارجي لا تنتمي إلى المضلع يتم كشفه بهذه الطريقة هي المفروض أن يكون داخل المضلع الافتراض الأساسي أن النقطة يكون داخل المضلع وأي مستقيم بهذا الشكل سيقطع حواف المضلع مرة واحدة في نقطة واحدة طيب لو قطعها مرتين بيكون مثل هذا المستقيم بدأ من هنا حصل اقتطاع هنا دخل المضلع هي كانت خارج المضلع ودخلت المضلع بعدين خرجت من المضلع مرة تانية فيوجد نقطتين تقاطع مع الحواف تمام لاحظ لاحظ لو أخذت أنا هاي الحالي هاي الحالي هذا آخر آخر مضلع آخر مستقيم أنا رسمته لاحظوا لاحظ كم مرة يقطع المضلع يقطع المضلع بنقطة هنا ويقطعه بنقطة أخرى هنا هذا المستقيم الأحمر يقطع أيضا بنقطة بنقطة هنا ويقطع بنقطة هنا وأخرى هنا كم عدد مرات القطع؟ أربع مرات أربع مرات عدد زوجي يعني إذا هي كانت داخل المضلع المفروض خرجت من المضلع بتقاطع واحد ولو مر في طريقها مثل هاي مثل هاي الحالي لو مر في طريقة مثل هاي الحالي هيك منطقة لا تنتمي إلى المضلع سيكون التقاطع عبارة عن كم مرة رح يكون التقاطع عبارة عن مرات ثانتين ثلاثة عدد فرد يعني دخلت إلى منطقة لا تنتمي إلى المضلع وخرجت منها ثم خرجت من المضلع ثلاث مرات فبشكل عام هاي القاعدة إذا كان عدد التقاطعات فردة فالنقطة الداخلية التي بدأ منها المستقيم تنتمي إلى المضلع أما إذا كان عدد التقاطعات زوجة فالنقطة الداخلية التي بدأ منها المستقيم لا تنتمي إلى المضلع ولا ينبغي تلوينها هيك بيكون حددنا كل نقطة هل هي تنتمي إلى المضلع أم لا تنتمي إلى المضلع طيب في سؤال على هاي الفكرة صارت واضحة شفنا الأبس اللي قدامنا طيب هلأ خلونا ننتقل لعملية ملء المضلع باللون خلينا ننتقل إلى عملية ملء المضلع باللون بعد ما حددنا النقاط التي تنتمي إلى داخل المضلع رح نقوم هلأ باستعراض بعض خوارزميات ملء المضلع باللون طيب خلينا نفترض أنه عنده هذا المضلع اللي موجود باللون الأسود مثل ما اتفقنا أنه عملية رسم الصورة أو إظهار الصورة تتم من خلال خطوط المسح خطوط المسح تبدأ من الأعلى إلى الأسفل رح أرجع شوي يعني رح يكون عندي خطوط مسح بهالشكل هذا عندما يتقاطع خط المسح خط المسح مع المضلع يتم تلوينه فلاحظ أنه هذا المثال اللي هون النقاط الداخلية مع النقاط اللي على حدود المضلع تم تلوينه بلون المطلوب للمضلع الباقي لم يتم تلوينه فهي الطريقة تعتمد أنه نوجد نقاط تقاطع خط المسح لسكان لاين مع المضلع وبين كل زوج من النقاط نقوم بالتلوين يعني أنا رسمت هذا الخط رح حلق أعمله باللون الأحمر للتوضيح تمام أنا رسمت هذا الخط باللون الأحمر وصل الرسم لعند هذا الخط هذا خط المسح متفقنا الرسم بيكون على خطوطه في قيمة سميها أو خطوط المسح ثم من اليسار إلى اليمين ثم ننتقل من الأعلى إلى الأسفل إلى خط جديد لنفترض أنه وصلنا إلى هنا فنوجد نقاط التقاطع مع أضلال المضلع مع حواف المضلع ونلون النقاط التي تقع بين كل زوج من النقاط يعني يعني هذا الخط اللي باللون الأحمر تقاطع مع حواف المضلع بالنقاط A, B, C, D فنلون بين A و B وبين C و D نلون بين A و B وبين C و D تمام طيب يا شباب لو أنا كان عندي هذا الخط اللي أنا هون فوق لو كان عندي هذا الخط هلأ هون التقاطع اللي هون هذا فيه نقطتين طبيعية ما في مشكلة أما هون المشكلة لاحظوا هون في عندي مشكلة أنه الخط المسح مر من رأس المضلع رأس المضلع يعني نقطة التقاطع ضلعين أو حفتين طيب أنا كم نقطة صار عندي خلينا أشوف مثال آخر أوضح هون مثلا صار هون مثلا لاحظ مثلا الخط اللي عبيمر من C هو اللي عبي خط عبيمر من نقطة C أو اللي عبيمر من نقطة B لو جيت أنا عديت نقاط التقاطع خلينا نرسم واحد من الخطوط بلون أحمر مثلا هذا الخط كويس هذا الخط عبيتقاطع اللي بيمر من B عبيتقاطع المضلع بثلاث نقاط فقط وليس أربعة فإذا جيت أنا بدي ألون بين كل نقطين فهل ألون بين مثلا رح سمي هاي النقطة بفتحة وهي سميها بفتحتين هاي النقطة وهي النقطة رح علمين بإشارة X هل ألون بين B وبفتحة ولا بين B بفتحة وبفتحتين هاي بفتحتين نحن نرسم لفتحة تانية هالمطلوب حقيقة أنا المطلوب أنه نلون بين B فتحة وبفتحتين بس بس كخوارزمية أنا من شوي حطيت قاعدي أنه بوجد نقاط التقاطع وكل زوج نقاط بلون بين فهون أنا بدي أختار فالمفروض يكون عندي عدد زوجي من النقاط فالمفروض يكون عدد زوجي من النقاط تمام من أين بد أجيب العدد الزوجي للنقاط حتى أقدر حدد يعني مثلا خلينا نشوف طريقة أخرى خلينا نشوف طريقة أخرى عندي هذا مستقيم هذا مستقيم يمر من A ويقطع المضلع بنقطة واحدة أخرى تمام وعندي هذا مستقيم وعندي هذا مستقيم يمر من نقطة أخرى من رأس ويقطع المضلع في نقطتين آخريتين كيف أنا بد أتعامل بطريقة موحدة حتى تشتغل الخوارزمية بشكل نظام سيستيمتك ويكون دائما عدد النقاط زوجي عنده نتيجة البحث والتفكير وصلنا لطريقة أنه كل رأس من الأضلع إما بعده رأس أو رأسين يعني بعده نقطة أو نقطتين تقاطع يعني لما مر من A بعده هذا فقط نقطة أو نقطتين هو العمليا يعني لما بمر خط المسح من رأس كA هو عمليا عم يتخاطع مع حافتين بنفس الوقت يعني الحاف اللي جاي من فوق والحاف اللي جاي من تحد فتم الأصطلاح على أنه إذا المنحني اللي هو حافة المضلع عم بتغير اتجاهها صعودا أو هبوطا قبل وبعد نقطة التقاطع فنعدها نقطة واحدة عفوا نعدها نقطتين أما إذا كانت لا تغير اتجاهها فنعدها نقطة واحدة كيف مثلا هذا المستقيم اللي أبي قطع في B لاحظ المنحني رح أرسمه بلون مختلف اللون الأخضر المنحني اللي مرسوم بحواف المضلع كان متناقص بعدين صار متزايد إذا نغير من اتجاه فنعده نقطتين لما عدينا نقطتين صار العدد زوجة فبين B وB بلون وبين B فتحة وبين B فتحتين بلون كمان إذا رسمنا وين B فتحة وين B فتحتين هاي B فتحة وهاي B فتحتين هاي النقطة بيفتحتين وهاي النقطة بيفتحة تمام هيك واضحة الفكرة إذا غير اتجاهه باعتبره النقطتين وإذا ما غير اتجاهه مثل النقطة A فباعتبره نقطة وحدة فحاليا إذا قطع خط المسرح المضلع بالنقطة A وبالنقطة A فتحة فبكون عندي أن صار نقطتين بين A وبين فتحة زوج من النقاط واحد بلون بيناتهم تمام يا شباب واضحة الفكرة كله هاد بيتلون على خط المسح واحد وهو كمان بيتلون واضحة الفكرة يا شباب يعني كيف بدنا نحدد إذا ما بدنا نحدد متناقص ومتزايد منمشي على الحواف مثلا بعكس عقارب الساعة منمشي على الحواف بعكس عقارب الساعة يعني بهالاتجاهات ومنشوف إذا غير اتجاهه عند كل رأس إذا غير اتجاهه المنحني الحافي فهو يعتبر نقطة إذا ما غير اتجاهه فيعتبر نقطة وحدي ممكن نشوفها بمعيار آخر إنه إنه إذا كان الحافي اللي قبل هاي النقطة والحافي اللي بعد هاي النقطة لاحظ هون لهاي النقطة عم نحكي هلأ عن هاي النقطة إنه الحافي اللي قبل والحافي اللي بعد بيجيها وحدي للخط فوق تمام ممكن أنا أخذ هذا الخط هون عند النقطة فشوف انه الحاف اللي قبله والحاف اللي بعده بيجيها وحده تحت خط المسح تمام هذا الخط هون اذا اخدت انا سي واخدت الخط هذا اللي قبله واللي بعدها فاثنين هاتون تحت خط المسح هو عمليا عند هاي النقطة كان طالع اغير اتجاهه ونزل صار نازل فظلوا بيجيها وحده من خط المسح كمان بهالحالي بيعتبرها نقطين بيعتبرها نقطين تمام يا شباب واضح الفكرة في اي سؤال في اي سؤال يا شباب تمام بكتور النقطة شلون يعني هو الخط المسح شلون بدي يفحص انه في صعود او هبوط بالنقطة يعني عابي تغير اتجاهها يعني شو آلية المسح اللي راح تكون هو عم يعدي عن نقاط بيشوفه اذا ضمن المعطيات تبعه فبيلونة نحنا اتفقنا نحنا اتفقنا انه انه الحواف ممثلي برؤوس المضلع انه المضلع كله ممثل برؤوسه اولا بعدين ممثل بحوافه اللي هي قطع مستقيمة بين النقاط تمام مو هيك وبالنسبة لخط المسح خط المسح معروف بالنسبة انه يعني راح يبدأ من احداثيات واي تساوي الصفر ثم يزيد واي واحد واحد ثم واي تساوي الواحد وهكذا نحو الزيادة تمام كل مرة لو واي بدي حدد بيروح بيحسب تقاطع هذا المنحني مع الحواف اللي موجودة عنده حساب نقطة تقاطع موضوع سهل رياضيا مو هيك اتفقنا تمام دكتور هاي الفكرة واضحة خطوط المسح يعني هو معناته بدي يتابع لبعد النقطة يشوف اللي هو فيه زيادة او نقصان ويرجع يرسمها يعني هو اللي بيعمل المسح كامل للخطوط لسكان لاين وبعدين بيبني على اساس النقاط لما منيجي من لاقي خط المسح قطع نهاية وبداية حافي لما منلاقي خط المسح مر من من رؤوس من احد رؤوس من رأس او اكتر من رؤوس المضلع منطبق هاي العملين فينا ببساطة نحن نحسب اذا يعني فيك تقول احد الطرق انه بياخد نقطة الرأس الاخر للضلع تمام يعني لما بيجي خط المسح لا نفرض لاحظ بها الشكل هاد لما وصلنا لعند خط المسح هذا هل باللون الاخضر ووجدنا انه هذا خط المسح بيمر من احد رؤوس المسلس تمام طيب احد طيب احد رؤوس المسلس الجدول بيقلي انه الرأس الاخر هو اذا افترضنا هذا الرأس هو بي واحد بيقلي الجدول البوليغون بيقلي انه فيه اله رأس اخر بي اتنين تمام فانا بيطلع بيطلع بي اتنين تحته الا الا فوقه كمان رح يقلي انه الجدول المضلع رح يقلي انه انه هاي النقطة نفسه كمان هي رأس بي خمسي مثلا لحافي اخرى فالجدول بيقلي انه الحافي الاخرى الى رأس اخر هو هون مثلا فبطلع انا هو تحت الخط ولا فوق الخط يعني من احداثيات واي بيحسب مباشرة الخط المسح لو كان خط المسح عند واي تساوي العشرة فهي النقطة وهي النقطة بدي يكون الوا اكتر من عشرة لانه تحت فبه الطريقة بيحدد اذا هني فوق ولا تحت خط المسح طبعا هاي الطريقة اهون من انه حدد انا زكاة متزايد ولا متناقص هي عملية نفسة يعني يعني عملية نفسة انه انه اذا اخذنا الاعتبار الدوران بعكس حقار بالساعة فبدنا نبدأ من هاي النقطة نجي لهاي النقطة وبعدين نروح لهاي فبدنا نمشي بها الاتجاه فبيبين معنا هون اكس واي شغط وهون واي شغط الزوايع بتزيد معاتها متزايد الزوايع تنقص معاتها متناقص يعني 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 حتى حدد انا اذا متزايد او متناقص ما في حاجي اوجد المعادلة واعمل مشتاق تمام نحن تعلمنا انه من حدد التابع متزايد ومتناقص من اتجاه المشتاق من قيمة المشتاق اشارة المشتاق صح هون ما في حاجي لهالشهاد وضح هاتفكرة ايه تمام بكتور راضح طيب خلينا هلان ننتقل معناها للفكرة اللي بعد انه انا طبعا سؤال زميلكم سؤال ممتاز انه هو يفتح النا افاق ان نفكر اكتر بطريقة يكون افضل من هاي الطريقة اللي شفناها هلأ في طريقة اخرى هلأ رح نشوف هي طريقة التماسك خلينا سميها انا انه شو يعني طريقة التماسك انه هذا المضلع مثلا هو جزء واحد متماسك ماهو مضلع لين يمكن انه حواف وتنحنة او ما شبه ذلك يعني هذا المضلع خط مستقيم هيك هذا خط مستقيم خلاص تمام يعني ما ينطبق على احدى نقاط خط هذا الخط المستقيم ينطبق على كفة نقاطه صح ولا لا طيب اذا انا اذا انا بلشت ارسم خطوط المسح ورسمت هلق هون مثلا خط المسح هذا وبعده خط المسح هذا اللي بيمر من الرأس وهيك وبلشت ارسم لاحظ فصار يتقاط خطوط المسح عندي مع هالحاف مع هالحاف هاي ومع هالحاف هاي تمام فانا بدي استفيد انا بدي استفيد من فكرة انه هذا الخط المستقيم او هاي المضلع او الحاف ينتمي الى الى ينتمي الى مستقيم يعني هالحاف هاي تنتمي الى مستقيم وهال المستقيم ثابت يعني ميله ثابت ما رح يتغير فبدي انا استفيد من نقطة انه هذا المستقيم ميله ثابت معناته انا لازم بسهولي اذا عرفت انه من اجل y k كانت x k كذا لما بدي انتقل بخط المسح لتحت وتصير y k زائد واحد هي y k زائد واحد لازم يكون عنده طريقة سهلة لحتى احسب x k يعني بطريقة سهلة اوجد نقطة التقاطع عرفته كيف بدي استفيد من خواص المستقيم يعني انه انا احسب بسهول نقطة التقاطع التانية ففينا احسب كل نقطة التقاطع لخطوط المسح في مجال معين مع هالحاف في هاي تمام فبضل انا بزود y بمقدار واحد واحسب x k المقابلة الى حتى اصل للرأس الاخر يعني لنهاية الخط المستقيم اللي هي نهاية حافة المضلع تمام خلونا نشوف خلونا نشوف كيف هذا الشيء رح يتم خلونا طيب طيب لاحظ انه لما عم ننتقل من خط مسح الى اخر عم نستخدم هاي المعادلة انه y k زائد واحد خط المسح الجديد احداثياته هي y ف احداثيات y للخط المسح الجديد هي السابقة زائد واحد تفقنا على هذا الكلام تمام وخط المسح او ميل المستقيم m ميل المستقيم m هو delta y على delta x ميل المستقيم m هو delta y على delta x تمام هذا الميل شلو نحسبه هو y k زائد واحد ناقص y k على x k زائد واحد ناقص x k ما هيك هلأ صار بسهولة فينا اذا كانت y k لاحظ من هاي العلاقة اذا كانت y k زائد واحد ناقص y k تساوي الواحد من من هاي العلاقة من هاي العلاقة نساوي اكس k اذا نقلت انا هاي x k على الطرف الآخر زائد واحد على m زائد واحد على m ولكن باعتبار الاحداثيات لازم تكون صحيحة قيام صحيحة فعم ناخد التقريب one round فهذا التقريب يعني x k هي بالأساس صحيحة الكسر وين الكسر واحد على m فواحد على m اما بيكون صفر او واحد اما بيكون صفر او واحد ما هيك اذا لو انطلقنا من اول نقطة نقطة رأس او نقطة بداية المضلع كانت x صفر تمام فالنقطة يعني k يعني بعد k خط مسح بعد عدد من خطوط المسح مقداره k فالمضلع بده يتقاطع مع خط المسح k بالأحداثيات x k هي الأحداثيات x k تمام بس هي x k ايش تساوي تساوي x صفر اللي هي احداثيات بداية نقطة المضلع زائد k على m زائد k على m صحيح الكلام لأنه k مرة زودنا الميل مقلوب الميل لx y عبتزيد كل مرة واحد ولكن x عبتزيد بمقدار واحد على m فبعد k خطوة يعني بعد k خط مسح عند خط المسح اللي رقم k بدي بدي يكون مقدار الزياد بإحداثيات النقطة x هو k على m تمام تمام هيك في سؤال طيب ما في سؤال سؤال آخر كمان ما في سؤال طيب رح شوف مثال شوف هذا المثال هون بسيط ليوضح الفكرة انه النقطة x 3 يعني يعني 3 نقط بعد رأس المضلع هي النقطة إحداثيات x 0 لل رأس المضلع زائد 3 على m بقى هي 3 على m إذا كانت أصغر من الواحد فx 3 هي نفس x 0 تمام وإذا كانت أكبر من الواحد وإذا كانت أكبر من الواحد فبتكون x 3 هي x 0 زائد 1 طبعا هذا الحساب ما بيتم عشوائي إنما يتم بالتسلسل يعني أنا بالطلق من x 0 x 1 شو تساوي هي x 0 زائد 1 على m هل 1 على m أصغر من الواحد أم أكبر من الواحد يعني هاي المقارنة اللي شايفين هون هاي المقارنة اللي شايفين هون عم بتتم كل مرة كل خطوة انطلاقها من صفر إذا كانت 1 على m أصغر من 1 بتضل الإحداثيات x نفسها ومن ننتقل للخطوة البعدة بالنقطة اللي بعدها من زود x 0 بمقدار 2 على m ومن نفحصها مرة تانية منزودها ب3 على m ونفحصها من ضل هيك منزود لحتى تصير k على m أكبر من الواحد متى ما صارت k على m أكبر من الواحد معناتها بزود x بمقدار 1 لاحظ إذا صارت 3 على m أكبر من الواحد بزود x 0 بمقدار 1 هلأ هاد يعني بشكل أو بآخر يتطابق مع معادلة طريقة هو رزميدرس في المستقيم اللي شفناها باسبوع الماضي تمام واضحة هاي الفكرة هيك إنه أما أنا بيبدأ بال إيجاد نقاط التقاطع لما بدي من أجل كل y بدي أوجد x المقابلي أنا y عبزود ها لأنه ما شبه خطوط المسرح من الأعلى إلى الأسفل يعني y عبتت زايد مركز الإحداثيات هو بالزاوية اليسرى العليا من الشاشة فكل ما نزلت لتحت خط مسح هذا خط المسح عم ياخد إحداثيات y k زايد واحد اللي هي y k السابقة زايد واحد تمام فكل مرة منزود لنقطة بداية المضلع اللي هي y 0x0 منزود لواحد على m حتى يصير k على m أكبر من الواحد منزود x0 بمقدار 1 وطالما k على m أصغر من الواحد منخلي x هي نفسها x0 تمام هلأ لاحظ إنه لحد الآن أنا ما استفدت شي من هذا الحكي كل يات حسابيا طبعا ما استفد شي الفكرة صارت واضحة بزهنة ولكن حسابيا ضليت عم بضرب وعب قسم وعب استخدم عمليات مكلفة بدي أنا بسط الموضوع مثل ما شفت بكل خبار رزميات الرسم من بسط الموضوع لعمليات أو يعني بحيس تكون أبسط ما يمكن طيب خلونا نرجع ل العملية الاختبار نحن الاختبار عم بتم هون لاحظوا باللون الأحمر على ك زائد ام لاحظ هون رح رسمها باللون هاي ك زائد ام إذا كانت أكبر من الواحد متى ما صارت ك زائد ام أكبر من الواحد أنا بزود اكس بمقدار واحد وطالما ك على ام أصغر من الواحد وخلي اكس مثل ما هي بنفس الوقت ويع بتزيد كل مرة بمقدار واحد تمام إذن اكس حقيقة فرضا لو أخذت هاي المعادلة إن خطوة بعد اكس ك هي اكس ك زائد ام ام على ام فالواحد على ام هي دلتا اكس على دلتا واي تمام فبتصير كلها هيك في هالشكل لاحظ هاي الان دلتا اكس على ام إذا كانت متى ما صارت تساوي الواحد أو أكبر من الواحد أنا بزود اكس بمقدار واحد طالما هي أصغر من الواحد طالما هي أصغر من الواحد ما بزود اكس خليها على على حالة طيب شنو ما دا وجد علاقة فيها امت هاي النسبي ان دلتا اكس على دلتا واي تساوي الواحد إذا كانت ان ضرب اكس أكبر من دلتا واي امت ما كانت ان دلتا اكس أكبر من دلتا واي معنات هذا الحد كله صار أكبر من الواحد ما هيك وما على ذلك يساوي الصفر إذن أنا اش كساوي كل مرة ببلش من اكس صفر وبضف لها دلتا اكس ومرة تانية بضف لها دلتا اكس صار اثنين دلتا اكس ومرة تالتي بضف لها دلتا اكس صار تلاتي دلتا اكس كل مرة بضيف دلتا اكس طالما وبقارن مع دلتا واي انو هل صاروا اكبر من دلتا واي ولا لساتن اصغر من دلتا واي ما هيك فكل مرة بضيف دلتا اكس وبقارن مع دلتا واي اذا اكبر من دلتا واي معنات بزود اكس هالمرة لحد السيات اكس بمقدار واحد اذا اصغر من دلتا واي تخلي دلتا اكس متما هي وبتابع زياد وبتابع زياد بدلتا اكس تمام في اي سؤال لهون الكل بدل الكل ينتبه انه انه فهم هاي الخوار زمي بشكل الصحيح هي العلاقة k على m او n على m نفس الشي انا امت ما هي صارت اكبر من الواحد هذا المربع الصغير يعني n دلتا اكس على دلتا y صارت اكبر من الواحد فانا بمعناته هذا الحد كله بعمله واحد هذا الحد كله بعمله واحد يعني بزود اكس k بمقدار واحد الاحداث اكس بزيد بمقدار واحد بشكل عام وإلا اذا ما صارت اكبر من الواحد بتظل الاكس هي نفس الاكس السابقة واللي هي نفس الاكس السابقة ل نقطة انطلاف تمام طيب هلأ طالما وضحت الفكرة هيك هندسيا خلونا نشوف شلون برمجيا بدي طبقها بدنا خوارزمية برمجي لنطبقها تمام رح نفترض هلأ انه نحن عم ننطلق من من رأس من رأس مضلع تمام رح نفترض عم ننطلق من رأس مضلع عدنا نقطة بداية ونقطة نهاية لهذا المضلع لهذا الضلع احد حواف المضلع لهي رؤوس وبنفس الوقت انا بحسب الميل اللي هو دلت وي على دلت اكس حسب وجدنا انه 8 على 5 وجدنا انه الميل 8 على 5 يعني دلت وي هي 8 و دلت اكس هي 5 تمام دقق كتير بهدول لانه رح يلزمونا دلت وي هي 8 و دلت اكس هي 5 بدينا من نقطة الصفر اخدنا متغير سميناه كاونتر وقلنا هذا يساوي الصفر هيئناه بقيمة تساوي الصفر تمام من اجل كل خط مسح مو بدنا نمشي نحو الاسفل بخطوط المسح بحثا عن رأس المضلع الاخر كل ما نتقلنا لخط مسح جديد منقوم بالخطوات التالية هدول منزود الكاونتر بمقدار دلتا اكس تمام فاش صار اول شي كان صفر بعده صار دلتا اكس بعده صار اثنين دلتا اكس بعده بده يصير ثلاثة دلتا اكس وهكذا بنشوف انه هل كاونتر اللي هو مجموع تراكم لدلتا اكس كل مرة هل هو اكبر من ولا اصغر من دلتا y هل هو اكبر من اصغر من دلتا y تمام اذا كان اكبر من دلتا y منزود اكس بمقدار واحد اذا ما كان اكبر من دلتا y منترك اكس على حالة ومنطلع من لو طلعنا هون من ال-F كله و ورجعنا على خط المسح اللي بعده وهكذا تمام طيب إذا كان أكبر من Delta Y منزود X بمقدار واحد وشو منعمل كمان حتى نبدأ مقارنة جديدة نحن العداد بدأنا من الصفر بس هلأ ما بقى فيني أنا أبدأ من الصفر أنا بدأ حط بالعداد قيمة آخر كسر أو قيمة مقدار الكسر اللي زاد عن الواحد المقدار الكسر اللي زاد عن الواحد شلون أنا بحسبوا هذا مقدار الكسر اللي زاد عن الواحد أنا بقارنه مع Delta Y أنا قلت أمت من صار أكبر من Delta Y مع أنت صار الميل كله أكبر مو الميل صار الان هون هون صار الان Delta X مع Delta Y صار هاد صار أكبر من الواحد طيب هلأ أنا إذا استبدلتوا بواحد إذا استبدلتوا بواحد طيب والباقي الكسر يعني فرضا نطلع واحد فاصلي واحد أو واحد فاصلي اثنين هذا الكسر اللي ضل هو بدي يكونوا بداية إلى النقطة الأخرى يعني بدي استخدموا أنا لراكم فوقه الكسور الجديدي واحد على M الجديدي كل ما أجد Delta X جديدي وحتى يصيروا أكبر من Delta Y كمان بشيل مننا الواحد وبخلي الباط يعني أنت هيك اعتبر العملية أنه أنا بظل بجمع Delta X Delta X مع بعضهم يعني كل مرة أنا عندي M Delta X تمام إذا كانوا أكبر من Delta Y بشيل منهم Delta Y وبخلي الباقي وبزود بكون أزود X بمقدار واحد أو أو فيك تفهمها أنه أنه كل مرة نحنا عم نجيه لنحسب هاي العلاقة هاي العلاقة M Delta X على Delta Y بدأيها تصير واحد كيف بدأت تصير واحد إذا N Delta X على Delta Y يساوي الواحد هي لأنه Delta X على Delta Y كسور فممكن يعني تضيف مرتين ثلاث يوم ما يصير يساوي الواحد ويكون أصغر من الواحد وممكن نضيف مرتين يصير واحد فأش بصير فكل ما صار واحد كل ما زاد عن الواحد بحزو في الواحد وبخليه الكسر طيب إذا أنا ما أعب قارن N Delta X على Delta Y هاي كل ياتا ما أعب قارنها مع الواحد إنما أعب قارن هذا البسط مع المقام شوف مين أكبر بس اللي صار البسط أكبر من المقام بحزو في نقص منه المقام وبكمل من أول وجهده بإضافات خلونا نشوف خلونا نشوف هذا المثال العدد اللي هو راح يوضح لنا الأمور خلونا نشوف هذا المثال اللي راح يوضح لنا الأمور راح يوضح لنا هاي الخوازمية كيفها بتشتغل بلشنا من خط المسح رقم صفر يعني هوني واي هوني واي تساوي الصفر كمان خط المسح هوي واي والعداد كاونتر هيئناه بصفر تمام بالنسبة للنقطة البعدة ضفنا له دلتا اكس اللي هي خمسة مو هون اتفقنا أنه أنه دلتا اكس هي خمسة ودلتا واي هي ثمانية تمام فضفنا له خمسة دلتا اكس دلتا اكس هل الخمسة أكبر من الثمانية لا فمنخلي اكس متل ما هي كانت اكس صفر بتضل صفر ننتقل للمرحلة البعدة منضيف كمان دلتا اكس فصار عندي هون اتنين دلتا اكس اتنين دلتا اكس اللي هي عشرة لأنه دلتا اكس الوحدة خمسة عشرة أكبر من الثمانية نعم العشرة أكبر من الثمانية فمعناتها اكس تساوي اكس زائد واحد فمعناتها حدثيات اكس الجديدة كانت صفر صارت واحد تمام طيب العشرة زادت عن الواحد يعني أو زادت عن الثماني الفرق يعني منطرح منها دلتا واي منطرح منها الثماني بيظل اتنين إذن العداد قيمته اتنين منضف له للخطوة البعدة مننتقل لخط المسح اللي بعده الثالث منضف له خمسة اللي هي دلتا اكس بصير سبعة فهي السبعة أكبر من الثمانية لا ما هي أكبر من الثمانية منزيد واي بمقدار واحد ومنزيد دلتا اكس فصار عندي الكاونتر العداد اللي هو مجموع دلتا اكس 12 12 أكبر من الثمانية وبالتالي هلأ منزود لحظة ونخلينا اكس مثل ما هي هلأ منزودها واحد صارت اكس اتنين هلأ طرحنا 8 متى 12 بيظل أربعة هذا الفرق الكسر الزائد فمنخليها بالكاونتر ومنضيفة الكاونتر دلتا اكس صار شخد دلتا اكس خمسة والقيم اللي زادت من الحساب السابع والخطوة السابقة أربعة صار تسعة هلالتسعة أكبر من الثمانية نعم فذلك منزود اكس بمقدار واحد لما منزود واي بالخطوة اللاحقة وضل عنا واحد وهكذا منستمر بعملية الحساب واضح المسال تأملوا في شوي تأملوا في شوي إذا في أي سؤال على هدول الأرقام من أين إجوا تسألوني الميل هو 8 على 50 يعني دلتا وي هي 8 ودلتا اكس خمسة خلينا نشوف إذا في أسئلي ما شاء الله عليكم طلاب من الدرجة الممتاز يصطلاتوا عن نبي طيب هيك بيكون خلصة محاضرة اليوم إذا ما عنكن أسئلي إذا ما عنكن أسئلي خلونا نأكد إنه المحاضرة القادمة يوم الثلاثة إن شاء الله في الجامعة في حدا عنده سؤال في حدا عنده سؤال شلون يعني وي والدلتا اكس بس قيم الدلتا بإمكانك تحكي أحمد بإمكانك تحكي يعني إذا كان تقدر تعبر بالحكي أكتر بس طورة لأن نحن هدول يعني أفرضناهن افتراضيا إنه هنه خمسة وثمانية بدلتا ايفت بالتواتي نحن أخدنا مثال إنه نحن عنا خط مستقيم أنا ممكن كتمرين بعطيك بقول لك الرأس المضلع يبدأ بالنقطة كذا وينتهي بالنقطة كذا فبكون عطيك بداية الضلع ونهاية الضلع فأنت بتحزو بالميل هذاك الوقت كمان تمام أهلين وسهلين أهلين وسهلين طيب طلاب إذا في شيء جديد أنا أتخبركم على الواتس منوقف هون اليوم ومنلتقي بإذن الله يوم الثلاثة القادم تمام دكتور يعني بعد بكرة قصدك يوم الثلاثة ما هي كل البعد لا بعد بكرة تانين بكرة أحد ايه تمام بكرة أحد ايه ثلاثة هلأ شفت القرار اللي نزلوه لكي نفحص العملي إنه بيبدأ الفحوصات في 17 واحد اي نتفق مع الدكاترة لكي نوزع الفحوصات ما ييجوا معنا واللهي هلأ ما بعرف مين بدي نزم هذا الموضوع هلأ نحن بالتنسيق مع الدكاترة البقية يعني هلأ نحن باعتبار مقصرين فرح نخلي فحصنا آخر شي لحتى ناخد محاضرات قدر الإمكان بالنسبة لفحص العملي فحص العملي رح يكون بالكودات والشي اللي يعطينا الأنسي وبيا ما هيك؟ ايه ايه بس همان أنا بدي يعني الأنسي وبيا تعطيكم أكبر كم ممكن يعني عرفتش كيف حتى أنا ما رح مول كمصر بهمني النوع يعني بهمني تنوع بالتماريلة حتى يصير في عنكم يعني فكرة واضحة مثلا عن أساسيات الأوبين جيل تمام تمام آلية الفحص كيف رح تكون دكتور مثلا كيف والله هلأ انتوا حاولوا يعني كل شي عبين عطا بالمحاضرة تفهموا يعني ما رح يجي شي من برا عرفتوا كيف هلأ أنا بسلا أحيانا هون بتركيا بعمل هذا الامتحان العملي تبع الأوبين جيل بعملوا امتحان مفتوح بس انتوا عنكن انترنت وهيك لحتى عملكون يا مفتوح طالما مو مفتوح معناتها يعني رح يجي شي مشابه للشي لعب تدرسو كودات مثل الكودات اللي عب تدرسوها إذا مو هي يعني عرفت كيف يعني من لدك تتعلم عطوك ترسم خط مستقيم ماذا تتعلم ترسم هات المستقيم في أفكار يعني كمان نحن بدنا نختبر شوي أفكارك أنت يعني زلاحظتوا هلأ شو عطتتون الأنسي أبيا بآخر جلسي مثلا هلأ كانت رسم الخطوط البيانية عن طريق مستقيلات يعني تمثيل بأعمدي البارز بضبط أي مثلا هلأ القبل كان عن طريق منحنيات صح؟ صح أي فهلأ في كتير طرق يعني أنا بيخترع بالي بوسطة المستقيمات أطلب منك ترسم شكل معين أو تظهر لي معلومات معينة تمام هلأ اليوم كان في سؤال مع الأنسي أبيا أنه مثلا أنا يعني كانت مثلا كانت الفكرة عن طريق أنه مركز دائرة وحسبنا أنه من طريق الصين والكوسين أنه نحضر النقاط نعم يعني ما كتير الفكرة هيك كانت واضحة كتير يعني أنا يعني أنك ترسم دائرة ولا شو لا مو دائرة أنا ترسم شكل مسدس شكل مسدس فأنا شون بدي حدد النقاط مشان يطلع الشكل يعني مسدس بوسط نافذة العرض هلأ أو الشيء نحن نرسمه نرسمه بمبدأ الإحداثيات وبعدين منسحبه للنقطة اللي بدك إياها أنت بدك تحدد إحداثيات إكس وإي اللي بدك إياها تمام هلأ أنا مبارح مثلا كنت عبددرب لحالي فرحت رسمت يعني تخيلت مربع الإحداثيات الإكس والواي وبلشت أنه تخيل النقاط هاي لازم يكون إكس هيك وي هيك فأطلع معي الشكل تقريبا جيد بس لا أنت بدك تحسبها بالطريقة لشرحتها الأنسي بالكوسين والسين يعني لما لم ليش أنا قالت لك افترضه بمركز الإحداثيات منشان يكون عندك سهولي بحساب إحداثيات النقاط الرؤوس المضلع موكل بترسم زوايا مع مبدأ الإحداثيات مقدرة 60 درجي لأنه مسدس مجموعة الزوايا الدخلي دائما 360 فأنت مثلا إذا بدك ترسم مضلع عدد أطلعه 100 فمعناتها الزاوية هي 1 على 360 على 100 يعني 3.6 درجي تمام جربناها يعني زدنا عملنا شكل مثمن تمام تمام بعد ما ترسموا بمركز الإحداثيات بتسحبوا للنقطة اللي بدك إياها كيف آلية السحب آلية السحب بتضيف لكل إحداثي الخيمة X Y اللي بدك إياها تمام هذا اسمه انسحاب رح ندرس ويمكن يمكن والله أعلى مسبوع 3 يمكن رح نبلش فيه هذا التحويلات فهذا العملية اسمه انسحاب كيف بتسحب شكل من مكان إلى آخر تمام واضح طيب إلى أن نلتقي يوم السلساء القادم نستوضعكم الله والسلام عليكم عليكم السلام شكرا 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 دي SL